أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم سهرة رياضية جديدة كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بنعيش في أفضل أيام في العام ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا فضلها وخيرها يمكن من الناحية الرياضية كل ناس بتتكلم تحديدا في كرة القدم الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك لقاء قمة سابق ولقاء قمة قادم يوم الاثنين القادم أعتقد فيه كلام كتير قوي حول اللقاءين وأحداث كتيرة جدا 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 بنسمع أراء رياضيين كتير موزيعين وصحفيين ومحللين ونجوم لكن كمان لازم نعرف ونسمع السوشيال ميديا وقراء صحفية يمكن بنسمعها في التحليلات النقضية مش عايز أقولها أول مرة لكن قليل قوي لما بنشوفهم النهاردة هنتكلم باستفادة عن الأهلي والزمالك القضايا الاستعدادات المشاكل الرهنة وهنأخذ وجهة نظر النادي الأهلي ووجهة نظر النادي الزمالك وهنتكلم باستفادة وكمان هنأخذ وجهات نظر من النقاض والمحللين والجمهور كل واحد هايد لي بدله كل واحد يقول اللي عنده كل واحد يتكلم زي ما هو عايز أهم حاجة نحافظ على اللياقة في الكلام نحافظ على عدم التعصب أنا زمالكاوي وأخويا أهلاوي وأنت زمالكاوي وأخوك أهلاوي البيت الواحد فيه الزمالكاوي وفيه الأهلاوي مش معنى أنك بتختلف في الانتماء أن أنت خصم أو أنت عدو آه أنت منافس رياضي لكن لا أنت عدو ولا أنت خصم ولا بيننا وبين بعض مشاكل ولا بيننا وبين بعض حروب كلنا في النهاية مصريين لما بقى فيه مباراة للمنتخب الوطني لاعب الأهلي بيلبس تشيرت المنتخب جنب لاعب الزمالك وشوفنا المنتخب الأولومبي أكتر اتنين كانوا قريبين من بعض أكتر اتنين كانوا واحد نجم الأهلي واحد نجم الزمالك ودايما في كل البطولات دايما الرياضة المصرية قائمة على الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك